الاهل بيواصل تدريباته الجادة جدا استعدادا للسفر زي ما قلتلكوا بكرة إلى غينيا إن شاء الله مجلس الإدارة كلف الأستاذ العمري فاروق نايب رئيس النادي بترقص البعثة المباراة يوم 14 سبتمبر يعني الجمعة المقبل بإذن الله نهاردة خلال المران السلاس المصاب صلاح محسن وأيمن أشرف ونصر مهر بشموندس خادوا تدريبات تأهلية خفيفة حول الملعب برضو لعدم تعرضهم لأي إجهاد زيادة بينما ميدو جابر ومروان محسن أدوا جلسات تدريبية في الجيم عارفين حضراتكم إنه ميدو بيعاني من إصابة خفيفة في العضلة الخلفية ومروان محسن بيعاني من إصابة في العضلة الضامة الدكتور خالد محمود كمان طبيب الفريب يقول إنه عمر السلية بإذن الله بدأ يدخل في مراحل التشافي وتم حقنه بحقنة البلازمة التالتة للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة حتى الإصابات موضة يعني نخش فيه الخلفية وبعدين في الصليب تفتح صفحة الخلفية وبعدين الوطر أكيز وبعدين نخش فيه الضامة إحنا مرة دخلنا في إصابة غريبة جدا وكانت موضة كذا لعيب تقلصات السمانة مرة في مرحلة كانت عضلات البطل عضلات البطل فهي بتبقى موضة وابدو إن هي قطعا لازم تبقى لي علاقة بأرض التدريب أو بأعرفش يعني ما عايز بحث والله يبقى الشطر أو اللي عملين بحث يعرف لنا أسباب الإصابات دي بالذات لما بتتوكب مع بعضيها بخلاف تتالي المباريات يعني آه ما فيش حاجة في المياه يعني آه يعني أنا نفسي باستغرب ولعبة الأقل يعني إيه يعني الثالي المباريات ده آه ظاهرة هل ضغط مباريات ولا أحمال كتيرة لأنه برضو اللعبة ملاحظ أنت بتتكلم على واحد زي مروان محس إصابته غريبة والدكتور بيشخصها شد من الدرجة التانية في العضلة الأمامية وقال إنه في حاجة الراحة محتاج إسبوعين لتلات درجة تانية اللي بعدها التمزق بقى آه وهو راجع من المنتخل ربنا شيء والحاجة مروان ده يعني مبتلة لكن هو شخصية كويسة ومحترم وبيقدر يتعافى ويرجع أحسن من المكان طيب ترجمة نانسي قنقر